ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد النسادس نصره الله مرفوقا بصاحب سمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحصن وصاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب سمو الأمير مولاي إسماعيل اليوم الأثنين بالقصر الملك برباط الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحصنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين سيد بها الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند متناولا بالدرس والتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة